اشتركوا في القناة عن اطار كتاب الله عز وجل وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم يتعب ويتعب والمجتمعات كذلك اذا خرجت عن منهج الله عز وجل اختلط الحابل بالنابل وفقدت البوصلة كانسان يسير في البحر بدون بوصلة او في الصحراء تخيل انت تخرج في طريق انت لا تعرف اين تذهب او تريد مكانا معينا والدليل الذي يدلك سواء خارطة الطريق او النافيجيشن ما يسمونه او البوصلة في البحر او في الطائرة او سبحان الله فقدتها فقدت قبلة الاشياء المسلمون اليوم ابتلوا فعلا او ابتلوا انفسهم بمسألة الاختلاط الزائد عن حد وضع وضع قانون الاختلاط او وضعت قانون الاختلاط صالحة من صالحات الزمن بنت الرجل الصالح عند مديا عندما هال وتعجب كريم الله ما الذي اخرجكما قال لهما في سورة القصص ما خطبكما ماذا وجد الكريم هذا الشهم المصري عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الذي رأى يعني رعاه يسكون قطعانهم ثم يغطون البئر ثم ينصرفون ووجد من دونهم مرأتين تذودان انظروا الى تعبير القرآن من دونهم يعني اسفل منهم في ادونية سبحان الله نظر من علي الذكورية عندما تتحكم وليست رجولة لان من الرجولة ان تقدم المرأة فتقضى حاجتها اولا بان يسقي القوم قطيعهما ثم يسكونهم قطعانهم ما الذي حدث من عندما غابت الشهامة وظهرت النذالة انهم سقوا قطعانهم وغطوا البئر وصاروا لحال سبيله فتعجب الكريم قال ما خطبكما بل مصيبة بل امر الجلل الذي اوجدكما في هذا الموقف انظر الى القاعدة قالت قالت يعني البنت واختها يعني لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير يعني قانون الاختلاط عندهم للضرورة الاب العائل كبر في السن لا يستطيع ان يأتي اضطروا للخروج لا يختلطوا بالرجال حتى يصدر الرعاء يعني حتى ينتهي الرعاء من السقي قطعانه يعني لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير هذا يعني شرطاني للخروج فسقى لهما هذه شهامة المجتمع التي يجب ان تعود الى اخلاق المسوية فالاخلاق المسوية تقتضي شهامة رجل وجد ضعيفتين تذودان عن قطيعهما فسقى لهما ثم تولى الى الظل واستمد قوته من الله سبحانه وتعالى اما الذي نراه الان في المجتمع قد تضطر امراء الى العمل مات العائل ترملت صارت ارملة تأيمت يعني اه ليس هناك اه عائل الراتب ضعيف جدا للابن او للزوجة او للاخ فاضطرت للعمل ليست كلأة مباحة لكل من هب ودهب يعني الذي تحب ان تعامل به اختك وتحب ان تعامل به امك وتحب ان تعامل به زوجتك وتحب ان تعامل به ابنتك عامل به زميلتك فاذا اوجدها القدر والظروف المؤلمة اه للتواجد في مجمع الرجال في المؤسسات واجب ان نغض بصرنا عنها لا يعني ليست من كثرة ما تواجدنا سنة واثنين وثلاثة انني صرت محرما لها فاسألها عن الحمية التي اه تقوم بها وانها اصبحت نحيفة وانها اصبحت سمينة هذه قلة ادب هذا تعدي على الحرمات هذا انسان سبحان الله فيه من 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 اللاذوقيات وفيه من انعدام الرجولة وانعدام الشهامة والمروءة والنخوة ما سدعي ان يسألها لما انت غاضب اليوم يا اخي انت مالك انت خالها عمها ابوها اخوها زوجها المحرمية يا اخي الرجال المحترمين اذا دخل مصعد في مؤسسة ولم يجد في المصعد الا امرأة لا يركب يا اخي ده او اخرج انت اذا كنت دخل المصعد وهي تركب وتذهب الى حال سبيله هذه اخلاقيات الرجولة اما الاختلاط المشيين الذي نراه في المجتمع هذا مجتمع مائع هذا مجتمع ايل للسقوط هذا مجتمع يعني دخل في طريق الانحطاط الخلقي نحن نريد مجتمعات نقية كان سبحان الله من عظمة المجتمع المدني ان كان في المسجد النبوي لما ازدحم كان الرجال يدخلوا مع النساء فلما كثرت النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا جعلتن لهن هذا الباب فجوعد باب النساء الى الان باب النساء الذي تراه في المسجد النبوي تدخل منه النساء ولم يكن هناك حاجز بين المصليين والمصليات ليه لان ضمان غض البصر موجود من الطرفين فلماذا فلماذا لا نعود الى اطار الكتاب والسنة انظر الى هذه المرأة الصالحة فجاءته احدهما تمشي على استحياء يا سلام لم تمشي باستحياء لا تمشي على استحياء ان الحياء رفعها ان الحياء اجلها ان الحياء جعلها في مقام سامق عالي انت اذا انطرتها الظروف للاختراط ان تنظر اليها يا اخي اتق الله اترضاه لامك لاختك لعمتك لابنتك لاحد محارمك ان ينظر انسانا اليها او ان يعني يعني ينزع التكلفة والتكلف بينها وبينها ويحدثها في صغير الامر وكبيره اتق الله معاشر المختلطين والمختلطات وإلا يختلط الحابل بالنابل ويصير المجتمع الى ما لا نحب نسأل الله ان يهدينا جميعا سواء السبيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة